بدايةً يعني مباراة الأهلي والشباب بلوزاد شفتوها إزاي في هذه الفترة الصعبة طبعاً فترة صعبة أنا شايف إن النادي الأهلي افتقد لرتم المباراة ممكن في الفترة الأخيرة كنا وصلنا لأعلى رتم في المباراة أنا ما كوح يا دكتور ممكن تجريب لي أن تصفني الدين وصفة الدين وصفة على الهو طبعاً يعني النادي الأهلي كان وصل لأعلى رتم مباراة أو أعلى فورمة مباراة في كاس العلم للأنديل فكنا وصلنا لفورمة كويسة جداً بدنياً وحتى كنا أداء كورة كان متعة وكان مستوى الضغط كان ممتاز فترة التوقف كانت طويلة بسبب طبعاً بطول الكاس الأم الأفريقية بالتأكيد عشان توصل لنفس الرتم ده أمر واحدة صعب يعني زي واحد لسه إيه سايب عربية وكده بقالها فترة ولسه حيبدأ يدور يسخنها وده اللي بيحصل بالضبط دلوقتي في الفترة الحالية طبيعي أن انت عشان تخش بداية جديدة الموسم يعني يعتبر نص الموسم ولكن جديد لسه بنسخن لسه بس هي الفكرة أن فترة التسكن دي جاية في مطشاط مهمة جاية في مطشاط أفريقية مهمة يعني شباب بلوزداد بعد كده مديامة بعد كده حنروح لنهاء الكاس فهي جاية جاية في فترة مهمة لكن كتوتل المباراة فيها طبعا يعني بعض فيها إيجابيات وفيها سلبيات زي أي مباراة بنتكلم فيه لو نستعرض أرقام المباراة كده معنا برضو الأرقام المباراة نبص عليها حلا يمكن نسبة الاستحواز للنادي الأهلي مكانتش الأرقام طبعا شباب بلوزداد بما أن المباراة على ملعبه ووسط جمهوره فكانت الأرقام كان بتشهد تفوق لشباب بلوزداد يعني الاستحواز 53% لشباب بلوزداد مقابل 47% للنادي الأهلي التمريرات 495 لشباب بلوزداد مقابل 461 للنادي الأهلي المحاولات 15 محاولة إحنا 7 الرقم اللي كان سلبي أول هو المحاولات الصحيحة إحنا ولا محاولة صحة الجنط ولا المباراة مقابل 5 لشباب بلوزداد الرقم اللي كان إيجابي للاتحامات السنائية كنا متفوقين شواء في الاتحامات إحنا 46 مقابل 44 لشباب بلوزداد بالتأكيد المباراة هنتكلم عليها دلوقتي بالأرقام أكتر ونشرح الإيجابيات فيها ولكن أنا شايف أن واحدة واحدة تدريجياً بنرجع مهم جداً أن أنت حفظت على الصدارة لو نستعرض ترتيب المجموعة هنلاقي أن النادي الأهلي طبعاً في صدارة المجموعة مهم جداً أن أنت لسلك مطشين لسلك مباراتين وأن أنت يعني مباراتين طبعاً صعبين مع ميديامة ومع طبعاً يانج أفريكنز قادي قدامنا ترتيب المجموعة نقف بس شوية هنلاقي أن كل الفرق اللي أربع فرق لعب وأربع مطشات ما فيش فرقة كسبت مطشين كل الفرقة كسبت مطش واحد بس النادي الأهلي كسب مطش اتعادل ثلاثة الفريق الوحيد اللي مخسرش في المجموعة ودي ميزة أن أنت برضو حتى لو أنت ما كنتش في حالتك ما بتخسرش النادي الأهلي واحد فوز وثلاثة تعادل ست نقاط الثاني شباب بلوزداد بعد هذا التعادل بقى في المركز الثاني بخمس نقاط المركز الثالث يانج أفريكنز بخمس نقاط ميديامة أربعة النادي الأهلي المباراة اللي حتكون فيصلية أو بالنسبة له مباراة يانج أفريكنز في القاهرة لو أنت اكسبت إن شاء الله حتدمن تأهل بنسبة كبيرة جداً لكن نحن ندور دائماً على الصدارة كنادي أهلي نفسنا بقى أن نتأهل ونكسب المباراة الجيد سواء ميديامة تروح ميديامة تكسبها هتكون ضمانة إن شاء الله التأهل بإذن الله والصدارة كمان لما بعد كده لما تلعب ماتش يانج أفريكنز التنزاني فترتيب المجموعة والفرص إن أنت تبقى في الصدارة النادي الأهلي يبقى بستة نقطة وشباب بلوزدات خمسة يانج أفريكنز خمسة دي برضو حاجة حطت النادي الأهلي في مواقف كويسي ترجمة نانسي قنقر